تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023-2024 لاستثمار في البشر وتحقيق التنمية البشرية كما تستهدف الخطة تحقيق معدل للنمو يتجاوز الأربعة بالمئة واستثمارات خاصة تصل لنحو ستمائة مليار جنيه خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2025 تؤكد أهمية تعزيز التنمية الاقتصادية حيث تستند خطتها ومحدداتها الرئيسية إلى تمكين القطاع الخاص وتفعيل دوله لقيادة النمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة الخطة تشمل مجموعة من التوجهات الأساسية يأتي في مقدمتها التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة المحددات الأساسية لتلك الخطة تتمثل في الاستمرار في ترشيد الانفاق الاستثماري ومراعاة أثر ظروف الاقتصادية على تفاع تكلفة الاستثمار العام وتحسين تنافسية وجودة الخدمات الصحية مع ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي وزيادة تنافسية التعليم العالي والاستمرار في تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية ضمن مبادرة حياة كريمة وتعزيز دور الاستثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي وتشمل أيضا محددات خطة التنمية الاقتصادية والاقتماعية للعام المالي 2024-2025 مواصلة جهود تحسين البنية التحتية على المستوى المحلي ومواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية ودعم مشروعات التكيف مع التأكيد على أهمية ربط الانفاق الجاري بالاستثماري لضمان كفاءة الاستثمار العام وتعزيز تنافسية قطاع الصناعة وتنمية التجمعات التنموية بسيناء وأخيرا تتضمن طرح بعض المشروعات بشراكة مع القطاع الخاص المحدد الخاص بتحسين تنافسية وجودة خدمات الصحية يمنح الأهمية لاستمرار توفير الاستثمارات اللازمة لقطاع الصحة لضمان الحفاظ على مؤشرات الإتاحة الحالية وتحسينها فضلا عن تفعيل تنفيذ حزمة حوافز استثمار للقطاع الخاص التي تم إقرارها لزيادة مساهمته في تقديم الخدمة الصحية من 30 إلى 50% بحلول عام 2030 أما فيما يخص ضمان إتاحة وجودة خدمات التعليم قبل الجامعي فتتضمن الخطة التوستع في إتاحة مدارس المتفوقين والمدارس التطبيقية لتغطية عدد أكبر من المحافظات وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص بالإضافة إلى توجيه الاستثمارات لمدارس التعليم الأساسي وإنشاء فصول جديدة لا سيما في المحافظات ذات الكثافة المرتفعة وكذلك زيادة الاهتمام بتأهيل المدارس للحصول على الجودة وحول المحدد الخاص بتعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية فإن الخطة تستهدف تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالتركيز على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وفي الوقت ذاته تنفيذ المشروعات العاجلة في قرى المرحلة الثالثة لإحداث توازن في التنمية بين القرى وبالنسبة لمواصلة جهود تخضير الخطة الاستثمارية فإنه من المستهدف الوصول لنسبة 50% استثمارات عامة خضراء بالتركيز على زيادة مساهمة مشروعات التكيه مع التغيرات المناخية وبصدد الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية على المستوى المحلي تركز خطة تنمية الاقتصادية الاجتماعية للعام المالي 2024-2025 على شبكة الطرق المحلية بالمحافظات ذات الأولوية وكذلك تحسين البيئة أما فيما يتعلق بمحدد تعزيز دور استثمار العام في ضمان الأمن الغذائي والمائي فإن الخطة تستهدف التركيز على مشروعات زراعة الأراضي الجديدة الدلتة الجديدة شمال ووسط سيناء غرب سيوة ومشروعات إنتاج وترشيد المياه